السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنان العزاء طلبات وطلبات الصف السالس قسمة أجربات ومعدات كهربية أهلاً وسؤالًاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا المدرسة مادة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الباب الرابع بالخاص بالحافز في مادة التخطيط مادة التخطيط وأدارة إنتاج المرة اللي فاتت كلمنا مع بعض في الباب التالت والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الباب الرابع باب الرابع النهاردة بتكلم عن الحافز والحافز ده هو بمثابت انه حاجة بتشجع العمالة اللي موجودة او بتشجع فريق العمل اللي موجود عندي او بتشجع اي حد انا مكلفه بحاجة يعملها او مكلفه بمهمة بيعملها انه هو حاجة بتشجعه على انه يتمها ويتمها ايه بتكون مطابقة للمواصفات يعني مش يتمها وخلاص يعني مش يخلص الشغلانة بتاعته او المهمة المحددة ليه وخلاص بس كده لا ده بتكون مطابقة للمواصفات لانه ممكن يخلصها باي شكل فتطلع مش مطابقة للمواصفات مش مزبوطة ما تنفعش تشتغل وخاصة لو اجزاء هامة في مكينات ما تنفعش تشتغل تاني فده الحافز بيبقى ليه معانا تلات تعريفات ممكن نقدر من خلالهم نلم تعريف الحافز وهو يفهومه او مضمونه ببساطة ان هي عملية تشجعية او سواء بقى الحافز ده مادي او معناوي تمام اول حاجة هنبص عليها ونشوفها تعريف الحافز ونبص مع بعض كده على الشريحة بتاعتنا ونشوف الحافز هو ايه الحافز هو عمل ايجابي عمل ايجابي يحمل مزايا معينة للفرض مقابل اداء العامل لعمله بالكفاءة المطلوبة وده كده ممكن يكون تعريف للحافز يعني الحافز عمل ايجابي يحمل مزايا معينة المزايا المعينة دي قلنا ايه ممكن تبقى ترقية ممكن تبقى مزايا او يعني حاجة اللي هي غير الترقية في مقابل مادي او علاوة زيادة الارباح الحاجات دي كلها ممكن تبقى مزايا عينية ممكن يكون كمان في يعني في شركات ممكن تطلع رحلات للعمالة بتاعتها بتبقى هي برضو عملية تحفيز للعمالة يبقى هو عمل ايجابي يحمل مزايا معينة للفرض مقابل اداء العامل لعمله بالكفاءة المطلوبة طيب تعريف تاني اه تعال نشوف كده تعريف التاني بيقول ايه هو احد اساليب الفعالة هو احد الاساليب الفعالة لرفع انتاجية العاملين عن طريق ربط اهداف المنشأة الانتاجية بهدف مدي يعني المنشأة الانتاجية دي او المصنع اللي عندي المصنع ده بينتج وليكن بينتج مثلا اي نوع مثلا بينتج محولات بينتج محركات او بينتج اي منتج مفاتيح كهرباء فبالتالي بيبقى عندي طلبيات مطلوبة مني او كميات مطلوبة الكميات دي بتبقى محددة بوقت معين لتسلمها فانا علشان العمالة اللي عندي تطلع لي الكمية المطلوبة في الوقت المحدد وما يبقاش فيه غرامات مالية على المنشأة بسبب التأخير فبالتالي بضطر ان انا اعمل حافز او بعمل المجموعة من الحوافز المادية او المعنوية سواء حسب النوع اللي هنعمله بحيث انه ينتج لي المنتج في الوقت المعين بتاعي وبنفس الكفاءة وبنفس الكيفية ويكون مطابق للمواصفات فالتعريف التالت هو ايه او هو خلي بالك بقى يعني التعريف التالت ده بيبقى اشمل تمام هو المقابل الذي يحصل عليه العامل هو خلاص كده احنا عرفنا هو مقابل تمام يعني العامل هيشتغل شغله او ينتج المنتج اللي مكلف به مقابل شيء تمام المقابل ده سواء مدي معنوي ده برضو حسب نوع الحافز اللي هتعمله المنشأة يبقى هو المقابل الذي يحصل عليه العامل نظير المجهود الزائد تمام الذي يبذله العامل وينتج عنه انتاج يفوق الانتاج النمطي بحيث يتحقق ذلك اثناء ساعات العمل الرسمية وان يطابق مواصفات الجودة المحددة اه يبقى احنا كده عرفنا ان الحافز ده بيبقى حاجة مقابل مدي بياخده العامل العامل بيبقى مكلف بانتاج بياخد الحافز ده امتى لما ينتج لي كمية اكبر او كمية تفوق الكمية اللي هو معتاد انه بينتجها فساعتها ياخد الحافز طب بشرط امتى برضو ما ينفعش ما هو ممكن ساعات العمل الرسمية 8 ساعات وليكن مثلا هيشتغل من 8 الصبح للساعة مثلا 4 طيب دي كده ساعات العمل الرسمية تمام من 8 الاربعة طب هو العامل قعد بعد الساعة 4 وانتج لي 20 قطعة كمان هل يستهل الحافز عليهم لا طبعا ده انت ما انتكتهمش في ساعات العمل الرسمية تمام كده انا عندي من 8 الاربعة ده ما عادل عمل الرسمي للمنشأة او للمصنع بتاعي انت في اليوم العادي انت بتنتج وليكن 30 قطعة تمام التلاتين قطعة دول هل تستهل عليهم الحافز لا ده هو ده انتجك اليومي ما يستهلش علي الحافز طب اخد الحافز امتى لما انتك زيادة عن التلاتين قطعة بشرط انه يكون مطابق للمواصفات وكمان يكون في نفس ساعات العمل الرسمية يعني من 8 في الوقت اللي هو ما بين الساعة 8 للساعة 4 ما يجيش في الوقت اللي هو من بعد الساعة 4 تنتج لي كمان 30 قطعة ولا 20 قطعة من بعد الساعة 4 طب ما انت شغلت المصنع لحسابك انت يعني انت شغلت المصنع علشان تاخد الحافز بتاعك انت استهلكت المكنة واستهلكت الكهرباء واستهلكت اداريين موجودين واحراسة موجودة وامن واللي هما الناس اللي هما بتوع التعبئة يعني ناس كتير اشتغلت على حسك في الوقت ده ده انت شغلت ناس تانية علشان انت تنتج الشوية دول يبقى دول ما يستهلوش الحافز لانهم ما كانوش في ساعات العمل الرسمية او ضمن ساعات العمل وكمان يا سلام بقى لو انت عملتهم مش متابقين للمواصفات لانك كنت مستعجل وعايز تخلصهم يبقى الحافز مقابل مادي او مقابل بيحصل عليه العامل نظير اداءه لانتاج منتج معين بشرط امتى داخل ساعات العمل وان يكون متابق للمواصفات كمان تمام دي كده او ده تعريف الحافز تعالوا مع بعض نشوف تاني اهمية الحافز هو انا بعمل الحافز ليه انا كصاحب منشأة عايز اعمل حافز هعمله ليه هل انا المنشأة دي عندها مبلغ مالي وعايز اتوزعه على العمالة طب ما هتوزعه في صورة الارباح مثلا السنوية هتركنه للارباح وهم بياخدوا ارباحها هياخدوا المبلغ ده لكن انا بعمل الحافز ليه انا كصاحب منشأة عندي منتج انا مستعجل عليه تمام المنتج دوت هيتسلم في يوم معين الساعة الفلانية لازم يطلع من المصنع بتاعي علشان لسه على ما يروح المينة وعلى ما يطلع يتحمل على سفن ان كانه بيتصدر مثلا او يروح المطار علشان يتصدر او اي عميل محلي هيستلمه فلازم علشان المصدقية لازم هيستلمه في معاده اقوم انا اعمل ايه كصاحب منشأة اعمل نظام حافز بيبقى بعمل الحافز علشان ازود ارباح الشرك ازود منتجات الشرك او كمية الانتاج اللي في الشرك اخلق روح التنافس بين العمالة وبعضها لما انت تلاقي نفسك شغال عادي كده وتقول يعني انا ده جهدي وبتطلع المنتج اللي بيتطلب منك مطلوب منك 30 قطعة في اليوم انت بتطلع 30 قطعة في اليوم خلاص كده لكن لما تلاقي في زميل بيطلع 35 و 40 قطعة في نفس عدد ساعات العمل ومطبقين للمواصفات وبياخد مبلغ اكتر منك بياخد الحافز اكتر منك فانت شمعنا انا فده كده خلقنا روح المنافسة بينك بين العمال وبعضها بس بتبقى طبعا منافسة شريفة بحيث ان انت بتاخد عاوز تاخد حافز انت كمان تمام طيب يبقى اهمية الحافز عندي رقم واحد زيادة ارباع الوحدة الصناعية الوحدة بتاعتنا ارباحها بتزيد نتيجة ان المنتجات طبعا بتزيد يبقى رقم واحد زيادة ارباح الوحدة الصناعية رقم اتنين زيادة دخل الافراد الفرد وليكن مثلا بياخد المرتب بتاعه وليكن الف ونصف الفين جنيه لما ياخد الارباح او بياخد يعني لما زودنا الارباح فبياخد له 200-300 جنيه كمان لما ياخد الحافز مقابل زيادة الانتاج بياخد له مثلا اليوم النهاردة مثلا زود انتاجه فبياخد له 50 جنيه كمان فبتبقى فيه عملية زيادة دخل الافراد فدي بتخلق روح الانتماء للمنشأة الصناعية تمام رقم ثلاثة تطوير اساليب العمل وتقليل تكلفة الانتاج ليه بقى هنا بنقول تطوير اساليب العمل وتقليل تكلفة الانتاج انت لما هتعمل عاوز تاخد الحافز هتبدأ تطور من نفسك في الشغل علشان تخلق وسيلة جديدة او تخلق طريقة جديدة انك تنتج اكتر بس في نفس الوقت يكون مطابق للمواصفات تمام وتكليل تكلفة او الانتاج انك لازم المنتج اللي تطلعه يكون مطابق للمواصفات عشان تاخد الحافز فبالتالي انت هتبقى حريص على ان المنتج بتاعك يكون مطابق للمواصفات وبالتالي هيطلع المنتج بتاعك مزبوط طيب بعد كده عندي التخلص من المشاكل التي تعاني منها الوحدة الصناعية مثل التغيب والتأخير عن العمل النقطة دي مهمة هنضطر نقولها كده اللي هي ايه بتلاقي ناس في الشغل او في المنشاقة الصناعية بيبقى مثلا يقولك انا جهدي في الشغل كده مش قادر اعمل اكتر من كده فده تحركه ازاي ده تحركه عن طريق الحافز بقى يلاقي زميله بياخد حافز بخد 300 جنيه في نهاية الاسبوع او في نهاية الشهر هم بيقبضوا لقوا ان زميله قابض عليه زيادة زيادة عنه ب500 جنيه فال500 جنيه دول جابهم منين اه ده كان زود الانتاج بتاعه كان انتاجه مطابق للمواصفات فقابض القبض الزيادة اللي هو الحافز المتفق عليه من الشركة وكل الشركة عرفة لازم كل الشركة او كل المنشاقة الصناعية ده شرط من شروط الحافز وده هنشوفه قدامه احنا شغالين شرط من شروط الحافز ان جميع العمالة بيعرفة بي تمام يعني مش واحد بس بيعرفة ان في حافز وإلا ما يبقاش حافز تمام طيب لما يلاقي انه في حافز بالتالي مش يعني مش هيغيب عن الشغل تمام وقولك انا كده كده بقى بض تمام وكمان ما بيتأخرش يقولك على قد فلوسف زي ما بنسمعها كده تمام فده كده بيقولك ايه التخلص من المشاكل التي تعاني منها الوحدة الصناعية بسبب التغيب والتأخير عن العمل طيب رقم خمسة جذب الافراد زوي المهارات تمام العالية للعمل بكفاءة يعني ايه يعني انا لما يكون عندي حافز في المنشاقة الصناعية ودي خاصة بالعمالة بقى اللي حواليها في المنطقة يعني مثلا المصنع بتاعي انا بنتج محولات كهربية او لقم مفاتيحه بجايز تمام كده وجنبي شركتين تلاتة تانين الحافز اللي انا بعمله بساعات ممكن يطمع العمالة الماهرة اللي موجودة في الشركات اللي حواليها ويقول اه المصنع الفلاني بيعمل حافز وبيعمل حافز معناوي وحافز مادي وبيطلع التأمين الصحي مأمن على العمالة وفيه وجبة وفيه كل دي حوافز كل دي انواع حوافز ما مش شرط الحافز يكون مادة مش شرط الحافز يكون فلوس ممكن يكون تأمين اجتماعي تأمين شامل العامل وقصرته يعني العامل وقصرته بيتكشف عليهم او بياخدوا علاج مجانا على حساب الشركة بيكمان بيكون العامل اللي موجود فيه ميزة عينية تانية انه موفر لهم مكان لمصيف ده نوع من الحافز فيه مواصلات العربية او عربية الشركة بتجيب العمالة من مكان توجدهم او من اقرب مكان لتوجدهم للمصنع ده حافز مش موجود في الشركة التانية فالعامل الماهر اللي موجود في الشركة التانية او المصنع التاني او المنشأة التانية اللي مجاورة لي اللي بتعمل نفس المنتج هو عامل ماهر هناك بس مش لاقي مش مرتاح لانه ما فيش مزايا اللي انا بقدمها فبالتالي هيحصل ايه انه هو هيسيب مكانه وييجي للمكان عندي لانه هو عامل ماهر وبالتالي انا هتمسك بعامل ماهر وبالتالي هو هيستفيد بالمزايا اللي عندي يبقى دي أهمية الحافظ اللي احنا بنعمله. بنعمل الحافظ ليه؟ بنزود الإنتاج، بنزود دخل الأفراد، بنزود أو بنطور أسليب الإنتاج وبنقلل تكلفة الفقد أو تكلفة الإنتاج. وكمان بنتغلب على مشكلة التغيب والتأخير عن العمل وكمان بقدر أجذب العمالة المهرة من المصانع أو الأماكن اللي حواليها بقدر أجذب العمالة المهرة بحيث أن أنا أستفيد بيهم في إنتاج المنتج الخاص به. طيب بعد كده عندنا أنواع أو أنظمة الحوافظ أنواع أو أنظمة الحوافظ نبص كده مع بعض هنلاقي أن أنا عندي نظامين النظام الأول ده نظام بيعتمد على إيه؟ هو نظام اقتصادي ويهدف إلى زيادة إنتاجية العمل تمام كده؟ نظام اقتصادي طالما اقتصادي يبقى فيه فلوس تمام كده؟ على طول طالما يبقى مادة تمام كده؟ يبقى اقتصادي ويهدف إلى زيادة إنتاجية العمل طيب النظام التاني اجتماعي خد بالك اجتماعي والمفروض ان يؤدي الى زيادة في دخول العمال طيب يعني ايه يعني هنا احنا قلنا النظام الاول اقتصادي يعني هياخد العامل هياخد منه مقابل مدي مقابل اداؤه للمنتج او اداؤه لعمله اثناء العمل اثناء مدة العمل وزيادة في الانتاج كمان تمام والنظام التاني هو الاجتماعي بقى اللي احنا بنقول عليه اللي هو موفر له وجبة مثلا موفر له المواصلات بتجيبه من مكان سكنه لحد مكان المصنع موفر له مكان للترفيه زي المصيف مثلا موفر له تأمينات تأمين صحي هو وقسرته أو بيصرف العلاج مجانا على حساب المنشأة فدي كلها مزايا اجتماعية أو نظام حافظ اجتماعي بيقدر يخلي العامل ييجي المنشأة الصبح وهو مش متضرر بيبقى عنده انتماء للمنشأة الصناعية بتاعته تمام كده بعد كده بندخل على الاسباب الحقيقية لتطبيق نظام الحوافظ العادية في اي منشأة تمام ايه هي الاسباب الحقيقية لتطبيق الحوافظ او لتطبيق نظام الحافظ بيجي عندي اول حاجة رقم واحد حاجة المنشأة الى زيادة انتاجها تمام يعني انا بطبق الحافظ للاسباب الحقيقية بقى عشان اطبق الحافظ او اعمل نظام حافظ ده الكلام اللي احنا قلناه في الاول اللي هي رقم واحد حاجة المنشأة لزيادة انتاجها تمام كده؟ طيب رقم اتنين تشجيع العاملين على التعاون مع الشركة بربط دخولهم بما ينتجون يعني العامل نفسه هيبقى مرتبط دخله بكمية انتاجه فبالتالي يبقى فيه واحد تعاون في الشركة لازم اعمل كمية انتاج كبيرة علشان اخد العائد بتاعي او الدخل بتاعي يزيد رقم ثلاثة تنمية علاقات العمل الطبيعية بين العاملين بالمنشأة تمام؟ يبقى لازم هنا علاقات العمل هتلاقي العلاقة بقى الطبيعية بين الموظفين لانه كل واحد عاوز ياخد الحافز فبالتالي ده هيبصل ده فهيبقى ده عاوز يتعلم منه هو زود انتاجه ازاي؟ هو طور من نفسه ازاي؟ فبالتالي فيه علاقة عمل طبيعية هتنشأ بين العمال رقم اربعة تشجيع استخدام طرق العمل الجديدة والمناسبة كده الحافز هيشجعك انك تطور من نفسك وتلاقي شكل جديد تشتغل به يكون مناسب للعمل طبعا شكل جديد او طريقة جديدة تشتغل بها بحيث انك تزود كمية الانتاج بتاعتك رقم خمسة عندي الرغبة في زيادة دخل العامل ورفع مستوى تمام؟ كده المنشأة الصناعية بتعمل الحافز اللي بيبقى عندها رغبة بحيث ان هي مش هيقولك انا هزود المرتبات لا انا هتدي له حافز ما هو بيبص لها ازاي لما هيدي لك الحافز انت هيدي لك مقابل شيء مش هيدي لك كده ده هيدي لك مقابل ان انت كعامل زودت منتجك او زودت كمية الانتاج بتاعتك ضعفت كمية الانتاج فبالتالي كنت تستاهل الحافز فبالتالي الرغبة في زيادة دخل العامل هو مش عايز يزود مرتبك بس هو هيديك فلوس زيادة اه بس مقابل شغل زيادة انت عملته واتفقنا ان الشغل الزيادة او المنتج الزيادة اللي انت هتعمله بشرط يكون داخل برافو عليكم داخل ساعات العمل المحددة وايه كمان ومطابق للمواصفات يعني مش اي كمية انتاج تطلع ممكن كمية انتاج تطلع انت تطلع لكمية انتاج اهضرتلي بها مادة خام ليه هي مش متابقة للمواصفات ومش هستنفع بيها المنشأة الصناعية مش هتستنفع بيها تمام كده طيب بعد كده نبص مع بعض هنلاقي مميزات وفوائد نظم الحافز نظم الحافز بيتميز بايه رقم واحد زيادة الانتاج وخفض تكاليف العمل زيادة الانتاج وخفض تكاليف العمل طيب رقم اتنين زيادة دخل العامل ورفع مستوى المعيشة ده كده المميزات بتاعة نظم الحافز لما اعمل الحافز العمالة او المصنع بتاعي العمال والمصنع كسبوا ايه فلازم ايبقى فيه المزايا دي بقى زيادة الانتاج وخفض تكاليف العمل وهنتكلم في دي دلوقتي ايه علاقة زيادة الانتاج وخفض تكاليف العمل ايه علاقتهم ببعض هنا رقم 2 زيادة دخل العامل ورفع مستوى المعيشة رقم 3 الإقلال من الإشراف المباشر وتركيزه على الجودة وهنقول برضو معناها إيه رقم 4 تشجيع العمالة على الإقلال من الوقت الضائع ورفع كفاءة الاستفادة من المعدات تعالوا نمسك كل واحدة كده نتكلم فيها لأن كل واحدة فيها شوية حاجات كده لازم نبقى عارفينها وده بنشوفه في شغلنا وإحنا شغالين أو أنت وانت شغال كعامل في المصنع هتشوف في الكلام ده رقم 1 بيقولك أنه زيادة الإنتاج وخفض تكاليف العمل أنت لما بتزود كمية الإنتاج بتاعتك طبعاً أنت مطلوب منك كمية في اليوم أو كمية إنتاجك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية فأنت مطلوب منك كمية معينة الكمية دي أنت ضعفتها أو عملت قدها مرة كمان أو مثلاً كان مطلوب منك 500 قطعة فأنت عملت 600 تمام كده؟ فالنسبة دي كانت خلال المدة المحددة؟ آه كانت خلال المدة المحددة بس بشكل كانت مطابقة للمواصفات؟ آه طب لو مش مطابقة للمواصفات أنت كده زودت تكلفة الإنتاج ها واضحة كده؟ لو مش مطابقة للمواصفات أنت كده زودت تكلفة الإنتاج على طول ليه؟ لأن تكلفة الإنتاج معمولة على أنك او محسوبة تكلفة انتاجك على انك هتنتج 500 محول ال500 محول دول انت عملت 600 تمام ال600 دول فيهم 50 مش نافعين تمام كده فيهم 50 غير صالحين ماينفعوش يشتغلوا تمام كده يبقى انت اهضرت 50 محول اهضرت خمات انتاج 50 محول فبالتالي زودت في 8 الخمات عملت فقد في 8 الخمات فبالتالي ده بقى تكلفة انتاج زيادة تمام كده يبقى ده كده النقطة الاولى النقطة التانية بقولك زيادة دخل العامل ورفع مستوى المعيشي طبيعي لما العامل هياخد الحافز هيبقى ده زيادة على راتبه الشهر اللي بياخده او المقابل اللي بياخده اللي بيحصل عليه من المنشأة وبالتالي مستوى المعيشي هيتحسن نوعا ماه تمام رقم 3 الاقلال ودي نقطة مهمة خد بالك ودي بنشوفها في الشغل اللي هي الاقلال من الاشراف المباشر والتركيز على الجودة يعني في شركات مثلا في شركات الملابس الملابس الجهزة بالنسبة لقسم الملابس مثلا بتلاقي على كل خط انتاج فيه مشرف او على كل 10-15 ماكينة بتلاقي فيه مشرف المشرف ده لو مافيش نظام حافز الناس شغالة عادي كله شغله خلاص بنقضيه في اليوم وكمية انتاج مطلوبة بنعملها في اليوم لكن لما اعمل نظام الحافز نظام الحافز ده ما انا بشترط عليك بقولك انه نظام الحافز ان طلعتلي 30 قطعة زيادة اخدالك ان طلعتلي 30 قطعة زيادة هتاخد مبلغ مثلا 300 جنيه 300 جنيه دول مقابل ايه ان 30 قطعة يبقوا في نفس المدة المحددة للعمل ومطابقين للمواصفات انت كده محتاج مشرف عليك مانتش محتاج مشرف ليه لانه 30 قطعة ان ما كانوش مطابقين للمواصفات انت مش هتستهل الحافز انت مش هتحصل على الحافز تمام؟ فانت مش محتاج مشرف وبالتالي المشرف نفسه هيوح يقعد على مكانة ويشتغل علشان ياخد الحافز هو كمان يبقى انا قللت في الاشراف وزودت عماله وركزت عليك جودة تمام كده؟ انه خلاص بقى كل خط عليه مثلا فيه مشرف او اتنين اللي اتنين دول قعدوا لي على مكانة هما كمان قعدوا على مكان علشان يزودوا كمية الانتاج صح كده؟ ما هو الخط كله ممكن الحافز يكون جماعي ممكن الحافز يكون جماعي على الخط الانتاج كله فبالتالي المشرف بتاع الخط عاوز يحصل على الحافز فبالتالي هيقعد هو كمان على مكانة علشان ياخد الحافز بتاعه صح كده؟ وبالتالي كمان انت مش هتحتاج مشرف لانك هتطلع المنتج الزيادة اللي انت هتاخد عليه الحافز لازم يكون مطابق للمواصفات وطالما مطابق للمواصفات احنا مش محتاجين اشراف النقطة اللي بعد كده تشجيع العمالة على الاقلال من الوقت الضائع تمام بنشوف فردو في الشركات والمصانع بتشوف وانت ممكن تبقى بتقع في الاخطاء دي اللي هو ايه وانت داخل الصبح المصنع بتعدي على البوفي أو الكفتجة تاخد الشاي الاول ويبقى خلاص وقت العمل بدأ تاخد شايك وبعدين تقف هنا شوية وتقف هنا شوية على زميلك بدأوا شغل تمام كده ده كله وقت ضايع والخط الانتاج بيبقى معتمد على انه ايه المكنة الاولى شغلها بيتسلم للمكنة اللي بعديها يعني المكنة التانية طالما الاولى ما اشتغلتش التانية وقفة مستنية منتج جيلها تمام طيب النقطة دي اسمها ضايع وقت العمل فالحافز بيخلينا نتغلب على النقطة اللي هي بتاعة ضايع وقت العمل دي ورفع كفاءة الاستفادة من المعدات هتبقى شغال انه كل المعدات شغالة في وقت واحد وكمان هتنهي عملها في وقت واحد تمام كده طيب نشوف الحاجة اللي بعد كده اللي هي عيوب نظام الحافز او عيوب نظم الحافز عندي العيوب دي بقى حاجات من اللي احنا شفناها في المميزات هتتقلب ضدي خد بالك هتتقلب ضدي يعني ايه يعني احنا قلنا هنقلل من الاشراف نظام الحافز هيقلل من الاشراف صح كده هنلاقي انه قلة الاشراف تتسبب انه في منتجات هتطلع بايزة منتجات هتطلع غير متابقة للمواصفات برضو طيب نشوف رقم واحد اهو انخفاض مستوى الجودة في حالة عدم وجود نظم سليمة لمراقبة الجودة ما هو علشان ما كانش فيه مراقب جودة موجود وعلشان ما كانش فيه مشرف على خط الانتاج كل شوية بيبص على المنتج ويقيس المنتج اللي طالع يشوفه مطابق للابعاد ولا لا مطابق للمواصفات ولا لا ما هو المشرف كمان راح يشتغل على مكنة فبالتالي كله علشان ايه منخدم على بعض عشان ناخد الحافز خط الانتاج يقوم بسبب كده انه انخفاض مستوى الجودة في حالة عدم وجود نظم سليمة لمراقبة الجودة تمام رقم اتنين رقم اتنين عندي تأثر صحة العمال او صحة العامل ومعنوياته في حالة الفشل في تسجيل معدلات انتاج سليمة ودقيقة اه هنا بقى بنقول ايه انه العامل اللي موجود عندك ممكن معنوياته تتأثر تمام رقم تلاتة زيادة نسبة او زيادة نسب الحوادث والاصابات نتيجة زيادة سرعة العامل رقم اربعة هنتكلم عن كل دول دلوقتي برضو رقم اربعة زيادة احساس العامل بعدم الرضا لوجود اختلافات في الاجر وده نقطة مهمة قوي نقولهم واحدة واحدة كده نفسرهم مع بعض قلنا انخفاض مستوى الجودة في حالة عدم وجود نظم سليمة لمراقبة الجودة قلنا لان ما فيش اشراف موجود الاشراف اللي كان موجود قعد هو كمان بقى يشتغل ليه هو من ضمن الخط من ضمن العاملين في خط الانتاج فبالتالي هو عايز خط الانتاج بتاعه يحصل على الحافز علشان هو كمان هيحصل على الحافز لان ممكن الشركة تبقى عاملة حافز معين للعمال وحافز للمشرفين ومواقبين الجودة تمام كده فبالتالي هو كمان عايز يحصل على الحافز لان هو كمان عايز يزود دخله فبالتالي هيقعد يشتغل عشان يطلع منتج زيادة فبالتالي الناس اللي شغالة ممكن تلاقي حد فيهم اهو بيرمي كمية انتاج مش شرط تكون متابقة للمواصفات هو عايز يعمل عدد هو عايز يكون عدد كمية منتج مطلوبة ويزود كمية المنتج ملوش دعوة بقى متابقة للمواصفات مش متابقة للمواصفات ملوش دعوة طيب رقم اتنين تأثر صحة العامل ومعنوياته في حالة فشل الحصول على الحافز او في حالة فشله في انتاج الكمية اللي معتمد على الحافز يعني ايه بيجي العامل ودي خاصة في ابهاتنا اللي هم الناس الكبار اللي موجودة في المصانع تلاقي مثلا خط الانتاج عليه مثلا اتنين تلاتة ناس كبار في السن والباقي كله شباب لسه فرعان شبابه كده فاديهم سريعة وخطوتهم سريعة وطريقة شغلهم سريعة وقادر يطور من نفسه الناس الكبيرة بيبقوا خلاص يعني حركتهم بطيقة وتعاملهم بيبقوا على قد صحتهم وعلى قد سنهم وده لانهم ادونا كتير هم اشتغلوا كتير فبالتالي الرجل الكبير اللي موجود او ممكن يكون شاب برضو ملحقش يعمل المنتج بتاعه ممكن فبالتالي نفسيته بتتأثر انه هو بقى زعلان ومتأثر انه مقدرش يعمل المنتج وخاصة انه لما تلاقي مثلا الحافز ده على كمية تنتاج معينة اللي هي مثلا تكون متحدد له كمية مثلا متين قطعة زيادة المتين قطعة زيادة ده تلاقي مثلا الشاب ده او الراجل ده او الفني ده عمل مية وتمانين قطعة مية وتسعين قطعة وخلاص عشر قطعة ملحقش وخلاص المدة خلصت او وقت العمل خلص او التلبية تسلمت هو ملحقش يكمل الكمية اللي ياخد على الحافز هو اشتغل وعمل اللي عليه وكل منتجاته متابقة للمواصفات والكمية اللي طلعها اللي هي ما كملتش الحافز طلعها في نفس وقت العمل هو عمل اللي عليه على الاخر فبالتالي نفسيته بتتأثر انه ملحقش يعمل النظام الحافز رقم تلاتة بعد كده زيادة نسبة الحوادث نتيجة سرعة الاداء في العمل اللي هو خلاص هو يعني الشغل بسرعة ومستعجلين وعملية استعجال بقى في الشغل فبالتالي بيبقى فيه تأثر نسبة الاصابات استضام المكن او الماكينات اللي فيها اجزاء دوارة نتيجة الحركة بسرعة وكلام من ده شدت البلتو من واحد فشدت الكم بتاع البلتو حزام البلتو مثلا البنت اللي وقفة شغالة في مصنع فالطرحة بتاعتها وده كله طبعا بيبقى المفروض انه هو بيبقى متأمن قبل كده بعوامل سلامة وصحة مهنية بيبقى فيه زي مخصص للشغل بيبقى فيه حواجز على الماكينات اللي هي فيها اجزاء دوارة وده شفناها في مادة التخطيب في الصف التاني اللي هي الاجزاء الدوارة والحواجز والتسوير حوالين الماكينات علشان نفادي الكلام ده فنتيجة سرعة الاداء في العمل بيتسبب انه بيبقى فيه اصابات بسبب سرعة الاداء في العمل تمام؟ عندي بعد كده زيادة احساس العامل بعدم الرضا لوجود اختلافات في الاجل تمام؟ وهنا هتدخلنا في نقطة اللي هي ايه؟ هتلاقي عندك انت الراتب بتاعك في المصنع مثلا فيه فني بياخد 3000 جنيه الراتب بتاعه او المقابل المادي بتاعه 3000 جنيه وفيه عامل تاني بياخد 2000 ونص وفيه عامل بياخد 5000 جنيه تمام؟ وفيه واحد لسه متعين بياخد 2000 جنيه انت هتعمل الحافز هل قمته ثابتة على كمية الانتاج ولا بنسبة من الاجر اللي بيحصل عليه العامل؟ هنا المشكلة ان عملته بنسبة من الاجر اللي بيحصل عليه العامل يبقى اللي بياخد ألفين هياخد أقل حافز أقل من اللي بياخد ألفين ونص وأقل من اللي كان بياخد تلاتة وأقل من اللي بياخد يعني اللي بياخد تلاتة هياخد حافز أقل من اللي بياخد خمس تلاتة تمام واللي بياخد راتب ألفين ونص هياخد الحافز بتاعه أقل من الحافز اللي بياخده اللي بيقبض تلات تلاف جنيه تمام كده فدي بتعمل مشكلة بقى طب علشان اتغلب عليها قال لك آما وفيه أنظمة حوافز تانية فيه نظام حافز أنه يبقى ممكن على كمية الانتاج المنتجة ودي أنظمة هنشوفها دلوقتي بره كمية الانتاج اللي بتنتج أنا بحدد لك كمية محتاج أنا زيادة انتاج 500 قطعة اللي هيطلعهم هياخد الحافز مبلغ كذا فبالتالي اللي بيقبط 3,000 واللي بيقبط 5,000 أخد زي اللي لسه متعين مبارح تمام كده هي برضو ممكن تعمل مشكلة عند اللي هو مرتبه عالي يقول أنا قديم في المنشاقة الصناعية ومخدتش حافز دللي لسه جاي مبارح واخد زي بس برضو بيبقى فيها عملية موازنات تمام كده بيبقى فيها عملية موازنة إن كله هيشتغل تمام كده فدي معناها اللي هي زيادة إحساس العامل بعدم الرضا بسبب اختلاف الأجور بيبقى فيها أنظمة مختلفة للحافز بتقدر الشركة تتغلب على النقطة دي تمام كده بعد كده بنشوف أنواع نظم الحوافز حسب نوعية أو طريقة الدفع تمام كده بنشوف مع بعض كده أول حاجة في حوافز مادية تمام والحوافز المادية دي بتنقسم إلى إيه بقى آه إحنا قلنا إن ممكن الحافز يكون لخط الانتاج كله لكل العاملين في خط الانتاج وممكن يكون حافز انتاج للعامل لوحده عامل يعني مثلا كل واحد ليه حافز لوحده تمام كده طيب النوع التاني أو الحافز التاني بيبقى حوافز معنوية أو إيجابية تمام كده والحوافز المعنوية دي قلنا منها التأمين منها المواصلات منها وجبة يعني حاجات كتير غير المادة الحوافز المعنوية الإيجابية تعالوا نشوف نتكلم كده مع بعض في الحوافز المعنوية الإيجابية دي بقولك هي تلك الجوانب في بيئة العمل التي توفر الإشباع لحاجة الأفراد تمام كده توفر الإشباع لحاجة الأفراد الاجتماعية والذاتية طب وإيه كمان وتساهم في تحسين العلاقات الإنسانية وزيادة إنتاجية الفرد داخل الوحدة الصناعية تمام كده يبقى الحوافز المعنوية احنا تكلمنا من شوية في بداية كلامنا عن الحافز وقلنا إن الحافز ممكن ما يكونش فلوس ممكن ما يكونش مادة ده ممكن يكون في شكل تأمينات اجتماعية تأمينات صحية ممكن يكون في شكل الوجبة اللي بتقدمها المنشأة الصناعية أثناء اليوم العمل ممكن يكون المواصلات اللي بتوفرها المنشأة من من سكن العامل للمنشأة والعكس من المنشأة للسكن تاني دي كلها حوافز بس بتندرج تحت بند الحوافز المعنوية الإيجابية دي حاجات بتخلي بتطمع يعني بالبلد كده بنقولها ايه بتطمع العامل ان هو يتمسك بالمنشأة وكمان يكون حريص على ان المنشأة بتاعته تبقى محققة زيادة انتاج وبالتالي تحقق زيادة ارباح باستمرار تمام طيب يبقى كده الحوافز المعنوية الايجابية طيب اهم الحوافز المعنوية الحوافز المعنوية عندي فيه ممكن الوظيفة المناسبة تمام وهنقول كل حاجة دلوقتي نتكلم عن كل نقطة برضو الوظيفة المناسبة عندي توفير المناخ المناسب للافراد تمام فرص الترقية والتقدم عندي كمان الالقاب والاوسمة تمام كده عندي المشاركة في اتخاذ القرار كل حاجة من دول هنوضحها دلوقتي بحيث ان انت فاهم معنا تفهم معنا كل عنصر من دول او حافز من دول اسلوب التوجيه والتدريب عندي كمان تقويم الاداء على اساس معايير سليمة وواضحة ومفهومة من جانب الفرق تعالوا نتكلم ونوضح كل نقطة من النقطة دي النقطة الاولى بتقول لي ايه؟ الوظيفة المناسبة انا ما جيش في المنشأة بتاعتي فيها ماكينات خراطة وفيها ماكينات فرائز ومقاشط لو بينتج مثلا المنشأة دي بتنتج عناصر ميكانيكية او اجزاء ميكانيكية او شركة زي مثلا اللي بتنتج لقم الكهرباء البرائز والمفاتيح وشاش وشاسهات وكلام من ده فما جيش العامل حسب ما هو فني في نقطة معينة تمام؟ فني في مهارة معينة المهارة المعينة دي مروحش انا حطه على ماكينات تانية اوقفه وقوله ده انا عايزك تنتج بمنتج زيادة كمان عشان تاخد حافز هو مش مدرب على المكينات دي هو مش مدرب على المنتج ده فانت جبته من مكان من وظيفة مش مناسبة لي يعني جبته من وظيفته المناسبة لي هو حطته في وظيفة مناسبة تانية غير مناسبة لي هو تمام؟ فبالتالي كمية الانتاج مش هتقدر تحصل عليها فبالتالي الوظيفة المناسبة ده نوع من انواع الحافز ان انا اوقف كل عامل حسب مهارته اللي هو بيجدها المهارة اللي هو جدير فيها تمام كده؟ طيب الحاجة التانية توفير المناخ المناسب للأفراد بيئة العمل نفسها المصنع بتاعي أو المنشأة الصناعية لو بينتر عنها أبخرة أدخنة غبار مثلا فيها ضراجات حرارة عالية لازم أوفر البيئة المناسبة للعمل لازم يكون فيه الشفطات التهوية الإضاءة الكافية تهوية كافية مناسبة إضاءة مناسبة عوامل جوية محيطة بالمكان تكون مناسبة بحيث أن المناخ المناسب للفرد يكون قادر يشتغل ما يكونش بسبب ضراجة الحرارة العالية هو مش عارف يشتغل تمام؟ فده توفير المناخ المناسب للأفراد فرص الترقية والتقدم الفرص الترقية دي إحنا بنشوف ناس في المنشأة الصناعية بتبقى أنت داخل بتلاقي فلان مشرف وتلاقي روال كبير في السن ليه بقى مشرف؟ لأنه بقاله فترة في المنشأة الصناعية أو بقى هو مسؤول الجودة لأنه هو عنده ما يكفي من المهارة ومن الحرفة أنه هو بقى يعتمد عليه في أنه يراجع على المنتج اللي موجود يشوف الجودة بتاعت المنتج اللي موجود عنده فبالتالي المنشأة الصناعية أو الشركة أو المصنع خدته من أنه هو عامل واقف على مكانة عملت إيه؟ تعالى إحنا هنرقيك وهنخليك مشرف أو فني مشرف أو أنت مراقب الجودة لخط الإنتاج بالتالي هو حس كده من جواه أنه فيه مقابل شغله اللي كان بيشتغله هو شاف المقابل بتاعه دلوقتي شاف نتيجة شغله فبالتالي يبدأ يطور كمان من شغله في الإشراف وفي الجودة بحيث أنه هو عارف خلاص أنه بعد شوية كمان فترة من الوقت كده حيترقى كمان ويطلع لمنصب أعلى تاني تمام؟ بعد كده الألقاب والأوسمة ودي أنه هو مثلا فيه طبعا فني فيه فني ماهر فيه مثلا العامل العادي والعامل الماهر ده بتبقى ألقاب موجودة فيه المصنع فيه مشرف فيه مراقب جودة فيه مشرف خط فيه مسؤول إنتاج دي كلها ألقاب وأوسمة بيحصل عليها العامل بتحسسوا أنه شغله كان لي نتيجة أو هم الشركة بترقيه علشان هم شايفين أنه هو رجل بيشتغل مظبوط تمام؟ طيب المشاركة فيه اتخاذ القرار بنشوف في المصانع برضو أنه بيبقى عندهم اتنين تلاتة من العمال كده دول وصلين لمرحلة كبيرة في المهارة والجدارة أنه هم منتجاتهم طلعة بكفاءة عالية قوي فبيبقى عندهم الملكة أن الشركة تقدر تستعين بيهم تعالوا إحنا عايزين نطور المنتج الفلاني نعمل إيه؟ فبيغضوا رأيهم في المنتج ده عندي بعد كده أسلوب التوجيه والتدريب أنا أدرب أعمل عمليات تدريب إن كان العامل ده ما بيعرفش يشتغل إلا على مكانة الفريزة؟ لا ده أنا هو حوقفه على مكانة خلاطة كمان أدربه على الخلاطة أدربه على المقشاطة على المتقاب على المنشار الكهرابي واخدين بالكو يعني بعملية التدريب والتوجيه باستمرار للعمالة بحيث أن أنا وقت ما احتاجه على أي مكينة أو على أي خط إنتاج هو هيديني المنتج بتاعي وبكفاءة عالية كمان لأن أنا مدربه قبل كده تمام؟ بعد كده تقويم الأداء على أساس معايير سليمة هو واضحة المنشأة بتعمل التقويم للأداء بحيث أن هي تبقى بتقوم أداء العمال باستمرار مين كان كويس على المكانة الفلانية مين كان كويس في خط الإنتاج الفلاني بيبقى المنتج الفلاني يطلع مظبوط من الخط الإنتاج الفلاني فبالتالي الخط ده يشتغل في المنتج ده والخط ده يشتغل في المنتج ده بيبقى عملية التقويم بيعتمد عليها توزيع العمل بعد كده تمام كده؟ نيجي بعد كده نشوف الحوافز السلبية الله هو احنا عندنا حوافز سلبية آه عندنا حوافز سلبية زي ما فيه حوافز إيجابية بالزبط زي ما فيه حوافز إيجابية فيه حوافز سلبية الحوافز السلبية دي ايه بقى؟ بياخد جزة او مثلا انت بش تديله جزة ممكن تحرمه من الميزة يعني تحرمه من اي ميزة عينية انت بتديه له هي حرمان او الحافز السلبية هي حرمان الفرض من مزايا معينة او توقيع عقاب محدد نتيجة عمل معين غير مرغوب فيه العامل ده بيجي الصبح متأخر دايما بيجي متأخر عن الشغل بينزل اثناء العمل بتلاقيه مثلا خد بريكل واحده كده راح الكافيتيريا راح البوفير راح وقت صلاة مثلا راح يصلي وغاب قوي في وقت الصلاة فبيضيع الوقت فبالتالي بقدر اوقع عليه الحافز مش عشان كان بيصلي طبعا لا ده عشان هو وقت الصلاة الناس اللي كانت معا بتصلي رجعت لما كان شغلها وهو مرجعش فبالتالي الحافز هيبقى مش عشان كان بيصلي لا ده الحافز السلبي اللي موجود او الحرمان اللي هياخده من الميزة العينية دي كان بسبب ان هو اتأخر قوي في وقت الصلاة ده وعلى ما رجع لخط الانتاج كان فيه وقت كبير ضع وده بنشوفه كتير في المنشآت الصناعية تمام؟ طيب بعد كده عندنا اهداف الحوافز السلبية ما هو زي ما فيه حافز لازم ليه اهداف انت وقعت عليه جزء ليه تمام؟ انت وقعت عليه جزء ليه ما هو الحرمان ده بمسابة جزء برضو هنا بيقول لي ايه؟ اهداف الحوافز السلبية التأثير هي التأثير في سلوك الافراد من خلال مدخل العقاب والرضع والتخويف كالخصمة او الحرمان من العلوات والترقيات تمام؟ طب الاصار الضارة للحوافز السلبية هل بيبقى عندي اصار ضارة للحوافز السلبية؟ ايوة بيبقى عندي العداء بين الافراد وتحويل اهتمامهم الى تجنب العقاب واختلاق الاعذار والانصراف عن العمل وقلة الابداع هنا بقى فيه نقطة مهمة من كتر الحوافز السلبية اللي بتقدمها الشركة زي ما بتقفز زي الشركة او المنشأة ما بتقدم حافز معناوي هي بتقدم حافز سلبي برضو وزي ما بديلك حافز فلوس او مزايا عينية او ترقيات او تقريبات زي ما بديلك الحوافز العينية والمادية دي كلها علشان انت انتجت منتج كويس فيه على الناحية التانية فيه واحد تاني مش فارق مع الشغل فبيشتغل وخلاص يعني هو وقت عمل بيقضيه خلاص فبالتالي بيتوقع او بيوقع عليه جزاء او حرمان من المزايا العينية دي بتعمل لي مشكلة المشكلة دي بقى ايه قال لي ان هي خلق العداوة بين الافراد وتحويل اهتمام العامل نفسه الى تجنب بقى الوقوع في المشاكل دي اللي هي ايه الى تجنب العقاب واختلاق الاعذار علشان يتجنب العقاب بتاعه فهيبدأ يخلق لك عذر تمام علشان يتجنب العقاب او الخصم او عدم ان هو يحصل على الحافز هيبدأ يخلق لك الاعذار وان هو عنده عذر كذا وكان فيه والله عذر كذا معلش اتأخرت الصبح كذا وانا ما جيتش مبارح بسبب كان عندي عذر كذا وهو ممكن الاعذار دي تكون وهمية فبالتالي برضو الانتاج ما بيطلعش باستمرار كمية الانتاج المطلوبة ما طلعتش وهو الراتب بتاعه شغال فبالتالي كان لازم يوقع عليه الجزاء او الحرمان ده وبالتالي بيحصل انه هو بيختلق الاعذار وبيبقى فيه الانصراف عن العمل وقلة الابداع دي يعني ايه ما بيطورش من نفسه ما بيحاولش يغير من اسلوب شغله ما بيحاولش يطور طريقة الابداع بتاعته في الشغل ما فيش بحيث انه هو يتجنب الحرمان ده هو خلاص وقع عليه حرمان مرة والحرمان التاني او جزاء مرة او جزاء تاني فبالتالي خلاص يعني ما بقتش فرقة معاه فدي مشكلة الحافز السلبي طيب بعد كده نبص على الحوافز الفردية الحوافز الفردية احنا قلنا ان الحافز المادي بينقسم لنوعين حافز مادي فردي وحافز مادي جماعي تمام الحافز الفردي ده بقى ايه الحافز الفردي هنا بيحصل عليه العامل تمام يبقى يحصل الفرض على حافز عندما يزداد انتاجه عن الحد المقرر وتؤدي هذه الحوافز إلى إجباع حاجاته حاجاته هو العامل نفسه أو حاجات الفرط يبقى دي الحافز ده حافز فردي العامل لوحده اللي بيحصل عليه طيب عندنا بعد كده ايه تاني الحوافز الجمعية طب الحوافز الجمعية دي معناها ايه؟ معناها انه مجموعة اشتركت في المنتج فأنتجت لي المنتج ده وبالتالي كل المجموعة حصلت على الحافز تمام كده؟ كل المجموعة حصلت على الحافز يعني ايه؟ خط انتاج كامل اشتغلي في المنتج ده فبالتالي خط الانتاج اللي انتج الشاسيهات المفاتيح واللقم الشاسيهات اللقم اللي موجودة عندي خط الانتاج ده كله حصل على الحافز فبالتالي كل العمالة اللي موجودة حصلت على الحافز تمام؟ طيب نشوف تعريفه بيقول لي ايه؟ هو هنا الحافز الجماعة أو الحوافز الجماعية هي حوافز تحصل عليها جماعة العمل على حافظ عندما تحقق الانجازات المتوقعة منها او تزيد عليها يعني خط الانتاج الفلاني خط انتاج الشاسيهات او خط انتاج المفاتيح لقم المفاتيح والبغيز كان مطلوب منهم كمية معينة هم انتجوها وانتجوا بزيادة عليها كمان فبالتالي المجموعة كلها ما هو حافظ جماعي المجموعة كلها تحصل على الحافظ تمام كده كده قلنا الحوافظ الفردية والحوافظ الجماعية طيب الحوافظ المادية بقى هي ايه الحوافظ المادية دي قالك ان الحوافظ المادية دي هي الحوافظ التي تجبع حاجات الانسان المادية مثل المأكل والملبس تمام فلوس عشان يشتري بيها لبس مأكل السكن يبدأ يدبر اموره فبالتالي هو بيبقى حريص على الحصول على الحوافظ دي يبقى الحوافظ المادية هي الحوافز التي تجبع حاجات الإنسان المادية تمام مثل الحاجة إلى المأكل والملبس وغيرها وهي تصرف بشكل نقدي تخد بالك تصرف بشكل نقدي لأنها إيه حوافز مادية سواء دفعة واحدة أو على دفعات سواء دفعة واحدة أو على دفعات لأن احنا بنشوف يا إما بياخد الحافز على المنتج اللي أنتجه أو بتبقى في صورة الأرباح مثلا ربع سنوية أو نص سنوية أو سنوية تمام كده؟ طيب بعد كده بنبص على أنواع أو أنظمة الحوافز المادية وهنا بيبقى عندي أنواع للأنظمة دي بنتطر أن احنا نمشي عليها بعد كده كل نوع من هنا هنتكلم عنه كل نوع من أنواع الأنظمة دي احنا نتكلم عنه باستفادة برضو وهنشرحه في وقته أنظمة أو الأنظمة دي بقى أنظمة يكافى العامل فيها بنفس النسبة التي يزيد بها إنتاجه يعني إيه؟ يعني نسبة الإنتاج أنت زودت نسبة الإنتاج بنسبة 30% فأنت هتاخد 30% من أجرك كده زودت نسبة إنتاجك بنسبة 20% 10% فأنت هتاخد 10% من راتب بتاعك تمام؟ رقم 2 أنظمة يكافى العامل فيها بنسبة أقل من نسبة الزيادة في إنتاجه تمام كده؟ طيب رقم 3 أنظمة يكافى فيها العامل بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في إنتاجه رقم 4 أنظمة يكافى فيها العامل بنسب تختلف باختلاف مستويات الإنتاج كل الأنظمة دي هنشوفها مع بعض هنا في الأنظمة والأمثلة اللي احنا هنتكلم فيها هنا أمثلة وتطبيقات على أنظمة الحوافظ أول نظام عندي نظام مكافئة العامل بنفس نسبة الزيادة في الإنتاج اللي هو اسمه نظام القطعة هنا بيطبق على الجماعات والأفراد النظام ده بيطبق على الجماعات والأفراد ممكن أطبقه على عامل لوحده وممكن أطبقه يعني كل عامل لوحده مش هروح على واحد كده أقوله أنا هعمل لك حافظ بس عمل لي كذا لازم المنشأة بالكامل أو الخط الإنتاج اللي بينتج لي المنتج ده يبقى عارف كله بالحافظ ده شرط رقم اتنين معدل الإنتاج يقاس بعدد الوحدات في الساعة النظام ده بيعتمد على الحاجات دي تمام كده كمان بيعتمد على ايه بيحصل العامل على أجره الأساسي إذا كان إنتاجه معادلا لهذه المعدل أو أقل منه كمان إذا زاد الإنتاج يحصل العامل على أجره مضاف إليه عدد القطع في أجره تمام كده ده اللي هو نظام القطع عندي النظام التاني اسمه مكافئة العامل بنسبة أقل من نسبة الزيادة في الإنتاج وده اسمه نظام هالس نظام هالس ده بيتم تحديد الوقت اللازم لإتمام العمل إذا أتم العامل العمل في وقته تمام اهو فإذا أتمه العامل في وقت أقل من الوقت المحدد فإنه يحصل على حافظ يعادل نسبة مئوية من أجره وده اللي احنا قلناه تمام فإنه يحصل على حافز يعادل نسبة مئوية من أجره من الوقت الذي وفره في أداء العمل بين 30% إلى 70% من الوقت المتوفر يعني طيب النظام الثالث مكافئة العامل بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في إنتاجه وده نظام القطعة المرتفعة تمام اسمه نظام القطعة المرتفعة هنا بيعتمد على إيه؟ في هذا النظام يتناسب الحافز مع الزيادة في الإنتاج وتكون نسبة الحافز أكبر من نسبة الزيادة في الإنتاج إلى الإنتاج القياسي كمان بيكافئة العامل بنسب مختلفة لمستويات الإنتاج وكمان فيه برضو تكون نسبة الحوافز على الأجر الأصلي متغيرة في مستويات الإنتاج المختلفة وقد تكون أقل من نسبة الزيادة يبقى هنا كده لما يجي يقولك اشرح نظام كذا فأنت تبقى عارف أن النظام ده بيعتمد على إيه؟ النظام الرابع مكافئة العامل بنسب مختلفة لمستويات الإنتاج وهنا في النظام ده بتكون نسبة الحافز أو نسبة الحافز في الأجر الأصلي متغيرة في مستويات الإنتاج المختلفة تمام كده؟ طيب النظام ده بيسمى نظام تايلور طيب نظام تايلور ده بيقولي إيه؟ بيحدد فيه أجر منخفض للقطع وإذا كان مستوى الإنتاج أقل من مستوى القياسي ثم يزيد الأجر مع زيادة الإنتاج وعند بلوغ المستوى القياسي للإنتاج أو تجاوزه يمنح العامل حافز 50% من الأصل تمام كده؟ طيب الحوافز الجماعية قلنا الحوافز الجماعية بتطبق على أكثر من عامل يشتركون في أداء عمل واحد وعلاقتهم بهذا العمل لا يمكن فصلها زي ما قلنا خط الإنتاج الكامل هو هياخد الحافز ما ينفعش أنا قلنا الحافز ده لخط الإنتاج أو خط الإنتاج ده بينتج كل ماكينة بتنتج قطعة معينة في المنتج وبالتالي ما ينفعش أجي على فرد أقوله أنت هتاخد حافز لا ده ده حافز جماعي كل الأفراد هتحصل على نفس الحافز في خط الإنتاج تمام كده؟ المحاسبة عندي هنا بيحاسب المجموعة على نتيجة الإنتاج الكلي للمجموعة ويوزع الحافز بينهم بأحد الطرق التالية إيه هي بقى؟ توزيع الحافز الكلي بنسبة أجر كل منهم وكمان عندي توزيع الحافز الكلي بنسبة إنتاج كل منهم وكمان توزيع الحافز الكلي بالتساوي بينهم دي طرق للمحاسبة وبكده نكون أتمينا حلقتنا النهاردة وبنتمنى يكون إن شاء الله حصلته على قدر الاستفادة وده كده الباب الرابع الخاص بالحافز عرفنا إحنا بنعمل الحافز ليه؟ عرفنا أسليب الحوافز إيه؟ أنواع أنظمة الحافز مميزات وعيوب الحافز الحافز الإيجابي والحافز السلبي عرفناهم هم إيه؟ ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته